بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الاعدادي أهلا بكم ان شاء الله النهاردة هناخد مع بعض درسنا التاني في الوحدة التالتة وده بيكلم عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم احنا طبعا عرفنا في الدرس اللي فات مولد الرسول عليه الصلاة والسلام ونشأته وفترة شبابه في بيت عمه وزواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها النهاردة بقى ان شاء الله هنكمل مع بعض ونشوف البعثة ونزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم يلا مع بعض نبدأ هنتعرف في الدرس ده على عنصرين نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ومراحل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام نبدأ العنصر الأول وهو نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت عايش في طفولته وشبابه في رعاية ربه يعني ربنا هو اللي تكفل بتربيته وتكفل برعايته وهو اللي هيقلو الأشخاص المناسبين اللي هم هيقوموا برعاية الرسول وبتربيته وده علشان يعدوا لحمل رسالة الإسلام يعني عشان يبقى قادر على مواجهة الصعاب اللي هتواجهه في الحياة بعد كده وفي دعوته إلى الإسلام كان لازم يعني يكون متربي تربية يعني نقول إيه قوية شوية علشان كده زي ما قلتلك هو اتولد يتيم وفقد أمه عندها ست سنوات وهو عنده ست سنوات وفقد جده وهو عنده ثمان سنوات يعني يواجه الكثير من الصعاب والكثير من المشاكل في بداية حياته وطبعا وفقد ناس يعني أعزاء عليه جدا ده علشان ربنا يعني وربنا جعمل كده ليه مع الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا إحنا قلنا ده مش معناه يعني ده مش مش كره للرسول أو لا ده الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحب خلق الله إلى الله فهو ربنا عايز يعده عايز يقويه عايز يخليه يعني إنسان قادر على مواجهة الصعاب مهما كانت درجتها ومهما كانت قاسية يقدر أنه يتخطاها ويتغلب عليها علشان فيه مشاكل كتير وسعب كتير هتواجهه لسه في المستقبل وفيه دعوته للإسلام فبيقدر أنه هو يواصل الطريق ويتغلب على هذه الصعبات والمشاكل اللي هتواجهه نزول الوح كان محمد عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء ايه غار حراء دوت؟ دوت مكان كان الرسول بيذهب إليه يتعبد فيه يعبد ربنا فيه بيد عن الناس يبدل بقى كده يتأمل في خلق الله الغار دوت عبارة عن فتحة في الجبل هو موجود في جبل اسمه جبل النور في مكة وكان الرسول بيصعد على هذا الجبل ويقعد في الغار دوت فترة كده عدة أيام أو تقريبا حوالي شهر اللي هو شهر الرمضان يعبد ربنا ويعتكف بقى بعيد خالص عن الناس بقى وعن الدنيا كلها وكانت السيدة خديجة بتساعده على ذلك وبتقوم بتوفير التعام والشراب ليه تروح هي توصلهم له أو تبعت مثلا أحد من الخدم يوصلهم له وتسيبوا الفترة دية يعبد ربنا كما يشاء طبعا إحنا قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيعبد الأصنام نهائي وعمره ما سدد لصنام على الإطلاق وكان رافض كل العبادات اللي موجودة في شبه الجزيرة اللي تكلمنا عنها يعني طبعا في الوقت دوت فهو كان رافضها وكان عنده يقين وعنده إيمان إن فيه فيه حاجة كده يعني جوا فيه حاجة هو يعني بيهيق ليها في حاجة هتحصل له فكان بيروحوا في الغار دوت ينظر إلى السماء يدعو الله يعبد ربنا ويتأمل في خلق الله وهكذا في ليلة من الليالي وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وصل لسن الأربعين من عمره واشمعنا الأربعين بالتحديد يعني الليل وحي نزل عليه وعنده أربعين سنة ليه ما نزلش عليه مثلا وعنده عشرين سنة وعنده تلاتين سنة اشمعنا الأربعين بالتحديد ده لأن الفترة دي بتكون فترة الندوغ يعني إيه يعني خلاص الإنسان فيها بيكون يعني خلاص بقى عقله بقى ناضق قادر على التفكير قادر على اتخاذ القرارات قادر على اللي هو يقول الرأي الصواب مثلا أو يعني خلاص وصل لدرجة أن أنت تقتصق في كلامه عنده يعني قادر من الحكمة وقدر من الندوغ بحيث أن كلامه يبقى كلام ثقة وكلام وصوق فيه مش هنتصق مش يعني يعني يتصف بقى بالإيه بالتهور بقى يعني مثلا في مرحلة عشرين خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة لسه مرحلة الشباب مرحلة الشباب ديها معروفة بإيه معروفة بالتقلبات ويعني سن التهور بقى أو الأعمال مثلا العصبية العشوائية وهكذا لكن سن الأربعين ده بيبقى إنسان خلاص يعني خلاص وصل لدرجة زي ما قلنا إيه درجة الندوغ العقلي والفكري تمام فهو الوحي نزل عليه وفي السن ده وكمان يعني علشان لما يجي بعد كده يدعو قومه للإسلام يعني بعد الفترة الطويلة دي هو بقاله أربعين سنة عايش وسطقه أهوت عرفته فترة طويلة بصدقه بأمانته بصفاته الجميلة دي كلها فمجوش بعد كده بقى تقوله عليه إنه هو كذاب وساحر وهكذا طيب يبقى نزل عليه الوحي في سن الأربعين طب مين هو الوحي ده؟ الوحي معناه ما ينزله الله على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام يعني سيدنا جبريل ده اللي كان يأخذ الأوامر من الله وينزلها على رسله وأنبياءه تمام؟ يعني ده معناه الوحي ده المقصود بالوحي نزل جبريل عليه السلام بالوحي في إحدى ليالي شهر رمضان زي ما قلتلك اللي هي غالبا يعني الليلة إيه؟ ليلة القدر على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء تعالوا كده نقرأ مع بعض قصة نزول الوحي ونشوف بقى إزاي الوحي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء تعبد الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراءه في الليلة من الليالي رمضان جي سيدنا جبريل طبعا للرسول عليه الصلاة والسلام في هيئته الملائكية يعني وش هيئة بشرية لأ في هيئته الملائكية فليك بقى أنك تتخيل ماذا طبعا يعني خوف الرسول ورعبه حاجة جديدة حاجة غريبة طبعا هو شايف مخلوق جديد عمره وما شافه قبل كده فجي للرسول وراح ضمه بين سدره كده يعني بين جناحيه وقال له اقرأ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما أنا بكار أنا ما بعرفش أقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعلمش ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب فقعدها جبريل عليه الصلاة والسلام مرتين يعني مرتين يضم أكتر إلى صدره ويقول له اقرأ فالرسول يقول له ما أنا بكار اقرأ ما أنا بكار وهكذا بعد كده في المرة الثالثة بقى راح الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ايه ماذا اقرأ يعني يقول لي اقرأ ايه فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العزيز ودي كانت بدايات صورة العلق ودي أول الآيات اللي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأول أمر زي ما احنا شايفين من ربنا للإنسان هو ايه اقرأ الكراءة يعني التعلم يعني ان احنا نتعلم ربنا بيأمرنا ان احنا نقرأ يعني ان احنا نتعلم علشان نعبده على حق وعلى يقين وإيمان مش مجرد ان انا بعبد ربنا يعني زي أبويا وزي جدي والأجداد السابقين وهكذا وهكذا لأ لازم يكون عندي إيمان ويقين بوجود هذا الإله وكون مقتنع بهذا الدين فقرأها محمد صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات ديت اللي قاله له سيدنا جبريل عليه السلام وبعد كده اختفى سيدنا جبريل فعاد الرسول عليه السلام إلى بيته وهو يرتجف خايف طبعا وبيرتعش من طبعا حاجة الغريبة اللي حصلت له ديت والكائن الغريب اللي هو شافه فدخل على زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وأخذ يقول زملوني زملوني يعني غطوني غطوني بيرتعش ويرتجف من الخوف فزملوه حتى ذهب عنه الرواع فدلوا فقغطوه كده وهدوه لغاية ما بدأ يهدى والخوف ذهب عنه عاد محمد عليه السلام لبيته وأخبر زوجته السيدة خديجة بما حدث فهو يعني حكى لها اللي حصل له فطمأنته وقالت له والله لا يخزيق الله أبدا شايفين الزوجة الوفية الزوجة الشجاعة اللي هي بتقف جنب زوجها ووقت الأزمات أو ووقت ما يكون هو يعني خايف وكده يعني حاسس بالخوف بتطمنه بتأمنه بتقف جنبه وقالت له إن ما تخافش ربنا مش هيدرك مش هيعمل حاجة فيها أزية ليك وده ليه بقى وذكرته وبعض خصول الحميدة مثل أنه يصل الرحم قالت له أنت بتوصل الرحم يعني ايه يعني بتسأل عن أقرباءك وتزورهم وتودهم ويعني طبعا دي حاجة جميلة جدا بترضي الإله كمان يكسب المعدوم يعني لو في حد مثلا محلتوش حاجة مش معهوش يأكل معهوش يلبس أنت يعني بتوفر له طعام بتوفر له لبس بتوفر له عمل بتكسب المعدوم يعني بتساعد الناس اللي هي معدمة معهاش فلوس خالص يعين على نواقب الحق يعني لو في حد في شدة مثلا ولا مصيبة ولا حاجة بتساعده وبتقف جنبه لغاية ما بيخطي الأزمة والشدة اللي هو فيها وهكذا دي بعض الصفات الجميلة اللي السيدة خديجة ذكرت الرسول بيها وقالت له اطمن عمر ما واحد هيعمل كده وربنا يخزي أو يضره أو يعني يزيف حاجة وبعد كده بقى قالت له طيب علشان تطمن أكتر تعالى هنروح لابن عمي ورقة ابن نوفل نحفظ الاسم ده كويس قوي علشان مهم مين ورقة ابن نوفل ده ده عالم من العلماء اللي كانوا موجودين في الوقت دوت كان يعني بقاري ومطلع على الأديان السابقة التوراء والإنجيل وهكذا وهو كان على دين إبراهيم عليه السلام الديانة الحنيفية وعالم بالإنجيل زي ما قلنا فطمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بقى الرسول حكاله اللي حصل له وصف له المخلوق اللي هو نزل عليه دوته كده فهو طمنه وأخبره أن هذا هو النموس يعني ده الوحي اللي أنزل على موسى عليه السلام وأنزل على سيدنا عيسى بعد ذلك وأن ده أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو النبي المنتظر هو نبي هذه الأمة وأنه هو اللي بشر به في التوراء وفي الإنجيل يعني التوراء والإنجيل مبشرين بنزول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كده جاء الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل مرة أخرى علشان بقى يأكد عليه يعني ما يكونش مثلا إيه كان التهيقات بقى أو خلاص يعني أنا كان بيتهيقلي لأ نزل مرة تانية ليخبروا أنه رسول الله وأن الله سبحانه وتعالى كلفه بحمل رسالة الإسلام إلى الناس ومن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى عبادة الله واحد وطبعا لا شريك لا كده عرفنا نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى هنا المعلومات المهمة في الجزء اللي احنا خدناه دوت أن الوحي نزل على الرسول أثناء تعبده في إيه؟ في غار حراء وأنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام في سن الأربعين من عمره تمام؟ احفظ المعلومات دي دي مواضع الأسئلة يا جماعة الوحي ده اللي هو مين؟ اللي هو ما ينزله الله على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام طيب مين اللي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أنه هو نبي الأمة وأنه هو الرسول المنتظر هو ورقة ابن نوفل ابن عم السيدة خديجة رضي الله عنها تعالوا بقى نكمل كلامنا كده مع بعض ونشوف بقي درسنا مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مراحل الدعوة مرت بأربع مراحل تعالوا كده نتعرف عليهم مع بعض المرحلة الأولى هي مرحلة سرية الدعوة يعني هي سرية الدعوة؟ يعني هيدعوا للإسلام بس في السر مش هيجهر بالدعوة في البداية وعارفين ليه؟ لأن في الوقت ده لسه المسلمين هيبقى عددهم صغير جدا والكفار طبعا عددهم كبير فلو الرسول جهر بالدعوة من بداية الكفار طبعا الكفار هيبقوا أعداء للإسلام فهم هيمسكوا بقى الكام واحد كده اللي هم دخلوا في الدين الجديدة ويعذبوهم أو يقتلوهم عشان يقدوا على هذا الدين من المهد وخلاص يبقى خلصوا منه فلا هنستنى شوية يعني هندعو للإسلام في السر وبعد كده لما بقى يعني نكتر شوية وربنا يأمرنا بالجهر بالدعوة هنبقى نجهر بالدعوة يبقى مرحلة سرية الدعوة دي استمرت كم سنة؟ ثلاث سنين من البعثة حتى السنة الثالثة للبعثة البعثة إيه البعثة دي؟ اللي هو نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام الأول ما الوحي نزل على الرسول وهو عنده أربعين سنة زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم حتى السنة الثالثة للبعثة ثلاث سنين بيدعو للإسلام سرا بيدعو مين؟ هيدعو بقى المقربين إليه زي ما هنشوف دلوقتي إن شاء الله طيب المرحلة التانية مرحلة الجهرية يعني العلنية بس بدون مواجهة يعني هيعلن إسلام وبقى خلاص أنا جاي بدين جديد دين الإسلام ويدعو الكفار والمشركين وأهل مكة كده كلهم إنه هما يدخلوا في هذا الدين بدأت إمتى المرحلة دي؟ من السنة الثالثة من البعثة حتى الهجرة يعني من ثلاثة للبعثة حتى الهجرة لغاية تلاتاشر بقى إيه من البعثة السنة اللي هياجر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام طيب دولة إن شاء الله المرحلتين دول هنتكلم عنهم في الدرس ده المرحلة بقى التالتة والمرحلة الرابعة ناخدهم في الدرس الرابع بإذن الله المرحلة التالتة هي مرحلة مواجهة المعتدين على الدعوة يعني طبعا في ناس زي ما قلت لك بقى الكفار مش هيأمنوا بالرسول ويعتدوا على المسلمين فيبدأ بقى مرحلة المواجهة بين المسلمين وبين الكفار دي بدأت من السنة الثانية من الهجرة حتى السنة السادسة من الهجرة يعني هتبدأ من اتنين هجريا يعني الثاني سنة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة المنوار لغاية كم؟ لغاية ستة هجريا مرحلة عالمية الدعوة ومواجهة من يقف ضد حرية نشرها ودي بدأت بصلح الحديبية ودول هنعرفهم زي ما قلت لك في الدرس الرابع بإذن الله تعالوا نشوف المرحلة الأولى المرحلة الأولى هي سرية الدعوة المرحلة دي ما قلت لك استمرت كم سنة؟ ثلاث سنوات احفظ المعلومة دي وعرفها كويس ما تنساهاش دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته والمقربين منه يعني طبعا أول من آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام كانت زوجته السيدة خديجة أول من آمن من النساء ومن الرجال صديقه طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما من الصبيان ابن عمه عليه ابن أبي طالب وده كان عمره عشر سنوات تمام من الموالي الموالي يعني اللي هم الخدم أو العبيد كان زي دي ابن حارسة دول أول من أسلم دول طبعا مهمين جدا وشخصات مهمة ونعرفهم ونحفظهم ونحفظ أسماءهم علشان هيجونا يعني في الأسئلة دلوقتي بإذن الله عندما بدأ عدد المسلمين يزداد حتى وصل إلى أكثر من 30 فدل بقى كل واحد من دول يدعو بقى المقربين يدعو أبنائه يدعو أصدقاء وهكذا فوصل عدد المسلمين ل30 مسلم اختار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم بردو الاسم ده مهم أحفظه دار الأرقم ابن أبي الأرقم تعتبر ايه؟ تعتبر المكان اللي يجمع فيه المسلمين ويبقى أول مدرسة في الإسلام طيب هيتجمعوا في المكان ده ليه؟ في الدار ديات ليه؟ لكي يتعلموا فيها مبادئ الدين الإسلامي ويتدارسونه فيما بينهم يعني مثلا نزلت آيات على الرسول عليه الصلاة والسلام بيجمع 30 دول أو الناس اللي أسلامت دول وبعدين يعني يتدرسوا بقى يقولهم على الآيات ديت ويحفظها لهم ويحاولوا أنهم بقى يعني يدرسوها يشوفوا تفسيرها سبب نزلها وهكذا يعني يعلمهم مبادئ دينهم فكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم أول مدرسة في الإسلام تمام كده؟ كده تعرفنا على الجزئية الأولى من درسنا وده تدريب عليها تعالوا نحله مع بعض أكمل العبارات الأتيعة بالكلمة المناسبة من ما بين الكوسين نزل الوحي عندما كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه إيه بقى؟ الوحي نزل عليه هو في إيه؟ غار حراء ناخد غار حراء ونحطها هنا مكان النقط السؤال الثاني أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيكون نبيه هذه الأمة مين اللي قاله كده؟ مين اللي قاله أن أنت نبيه هذه الأمة؟ طبعاً ورقة ابن نوفل اللي هو ابن عم السيدة خديجة ورقة ابن نوفل ثلاثة كان أول من أسلم من النساء سهل خالص طبعاً السيدة خديجة ومن الرجال برضو سهل جداً أبو بكر الصديق ده صديق الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرب المقربين إليه طب من الصبية الأطفال بقى كان عمره عشر سنين عليه ابن أبي طالب ابن عمه ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام طب من الموالي؟ طبعاً زايد ابن حرس زايد ابن حرس رقم أربعة كانت أول مدرسة في الإسلام مين دي أول مدرسة في الإسلام؟ دار مين؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم دي كانت أول مدرسة في الإسلام السؤال الثاني وضح دور السيدة خديجة في طمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي نقول إيه في السؤال دوت؟ نقول إن هي طمنته وأخبرته يعني إن الله لا يخذيك أبداً وذكرته ببعض خصاله الحميدة علشان تطمينه أكتر يعني إنه هو يصل الرحم يكسب المعدوم يعين على نواقب الحق ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل لطمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم كده اتعرفنا على العنصر الأول والجزء الأول من درسنا النهاردة وفي كده بنكون خلصنا درسنا النهاردة درسه صغير جداً وسهل خالص وبسيط وجميل جداً طبعاً فيه معلومات كتيرة مهمة طبعاً نحفظها وأسماء ما ننساهاش إن شاء الله هنأكد عليها أكتر برضو بحل إيه؟ بحل الأسئلة إلى أن نلتقي أشوفكم على خير في حلقة جديدة نكمل فيها درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة